من السودان طيب عندنا كمان يعني الزيارات لأفريقيا بشكل عامل حضرتك أشارت أن هي يمكن كانت مهملة بشكل كبير ويعني الإهمال مثل هذه الزيارات أو مثل يعني اهتمام مصر بالشأن الأفريقي انعكس بشكل سيء جدا السنين الطويلة اللي فاتت على كذا جانب اللي احنا نقشناه من الاقتصادي والصحي والثقافي وكل حاجة خصوصا في ذل علاقتنا اللي حضرتك أشرت لها أيضا على لسان الرئيس السيسي ورئيس السودان عمر البشير أن يعني الموضوع علاقة مش اختيارية احنا تاريخ مصر والسودان تاريخ وتاريخ إكباري هنا فندم يعني بيخلينا نروح بقى لنقطة تانية أو محور مهم جدا وهو بعض الأزمات اللي المفروض أن هي بتكون أزمات عامة يعني أزمات خاصة بالوطن العربي بشكل عام فيه يعني سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاطت كده يعني يمكن ايه أوتلاينز أو روشدة لحل هذه الأزمات أو خلينا نقول الكراسس مانجمينت لإدارة الأزمات في ظل زياراته لأفريقيا وفي ظل اهتمامه بالشأن الأفريقي في ظل كمان يعني كل الزيارة حتى زيارته الأخيرة لأمريكا أو لروسيا كان فيها إشارة لهذا الأمر خلينا أقول لحضرك برضو قبل ما نخرج من السودان بعض الآيات الخارجية حاولت العبس في العلاقة بين مصر والسودان وكانت حكمة الرئيس سباقة في أنه يحتوي أي خالة ممكن يحصل في هذه العلاقة إحنا شوفنا بعض الدول الإقليمية حاولت كان لها زيارات السودان مؤخرا وحاولت يعني وقيعة الوقيعة بين مصر والسودان لكن اللي أشار إليه الرئيس السوداني عمر بشير والأشار إليه الرئيس السيسي كان رب دقاط أي عمس بهذه العلاقة تمام إذا كنت حضرك بتتكلمي عن أنه الرئيس السيسي كان حريص من البداية منذ توليه رئيسة مصر أنه عينوا على الدول العربية والإفريقية حاولك آه وحاولك أنه المطلب المصري اللي بدأ في القمة الإفريقية اللي كانت في القاهرة سنة 2015 كان مطلب واحد وكان كفيل هذا المطلب كان فيه رشدة كاملة لعلاج أمراض المنطقة كلها لما الرئيس السيسي طالب بقوة دفاع مشتركة قوة دفاع عربية مشتركة أعتقد أنه لو أنصت الزعماء العرب لهذا المطلب من 2015 كان زمانا تجنبنا حاجات كتير قوي 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 طب بالمصطلح ده بيقرأه حتى الناس اللي هو يعني حتى فيه وكالات أنباء بتخلي المعنى ده معنى مخيف شوية ليهم يعني طبعا مش لينا إحنا نتمنى منظومة دفاع مشترك منظومة دفاع عربية إفريقية مشترك الجملة دي أعتقد أنها لما بتتقال هم فاهمين أن دي حاجة كبيرة جدا ومحتاجة مجهود كبير جدا ففي ناس من مصلحتها أنه ده ما يحصلش فانا وده مش مستحيل طبعا من مصلحتهم أنه ما يحصلش وده مش مستحيل أنه يحصل على فكرة خلينا أقولك ليه رشدة الرئيس السيسي مطلوبة بالنسبة لمنطقة العربية لأنه يمكن إحنا البلد المنزه عن أي أطماع خاصة بالمنطقة العربية إحنا جيشنا بيحم حدودنا جيشنا مخرجش بر حدودنا على الإطلاق الرئيس السيسي موقف واضح في كل دولة من الدول العربية اللي طالها الإرحاب الرئيس السيسي موقف واضح في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا إذن إحنا ملناش أطمع في أي دولة حتى من دول الجوار بعض القوى الإقليمية فرضت نفسها يا أستاذة مها بقعيب قوي في حقنا إن إحنا علشان نعرف إيه اللي بيحصل في بلادنا إن إحنا نحتاج مترجم يترجم لنا مائدة المفاوضات اللي بيجلس عليها الأجانب أو الدول الخارجية عشان بتناقش هممنا وبتناقش مستقبل منطقتنا بقعيب أو في حقنا إن إحنا عشان نعرف الأزمة السورية وصلت لحد فين نشوف المفاوضات بين تركيا وروسيا وإيران ونحتاج مترجم عشان يترجم لنا إحنا سوريا رايحة على فين سوريا ده جزء من الجسم العربي جزء مننا فإحنا لو كنا استمعنا وأنصتنا للرئيس السيسي من زمان قوة دفاع عربي أو منظومة للدفاع العربي المشترك من 2015 كان زمان مفيش ضمار تضاعف في الدول العربية كان زمان مفيش أرواح أصدقت مئات الألاف من الأرواح اللي أصدقت كان زمان في حل سياسي اللي الرئيس بطلوبه دايما للأزمة في سوريا حل سياسي للأزمة في اليمن حل سياسي للأزمة في ليبيا حل سياسي للأزمة في العراق والحمد لله بدت العراق تجمع قواها والحمد لله أن سوريا أعتقد في الفترة الأخيرة بدأت رهاصات لبعض الاستقرار هناك يعني الرشدة المصرية منزهة عن أي أطماع شخصية بس هتتنفذ حتى لو كان على المدى الطويل لأن يعني وضع هذا يعني كمان الرئيس أشار في قمم زي ما حالك قلت العربية وقمم الإسلامية وخطابه كان في الأمم المتحدة وقال أن الأمم المتحدة المفروض تعمل كذا وكذا وكذا وقال مفروض ما عملتوش ليه شوفي مرموعة من المحاور يا وصي زمع اللي الرئيس السيسي بيقولها مش في المحافل الدولية فقط ده في المحافل المحلية ده بقولها في مؤتمرات الشباب وحتسمعيه بقولها برضو في منتدى الشباب منتدى الشباب العالم اللي جاي الحل السياسي حل السياسي آه محاربة الإرهاب ويأكد قبل كده وأكد في أول تنم عربية من 2015 أنه ليس من المنطقي أنه نحن الحارب الإرهاب في الدول العربية وبعض الدول العربية تحمي وتحتضن الإرهاب ويمكن هي دولة واحدة اللي بترعه وتحتضن وتدعم الإرهاب من العيب قوي أنه نحن الحارب الإرهاب وجزء من الجسد العربي بيدعم الإرهاب ومموله وبيأويه الرئيس السيسي بتكلم عن الأزمة الأم أو القضية الأم المركزية القضية الفلسطينية وبتسعى مصر إلى حل المشكلة بين الفصائل الفلسطينية وحل المشكلة بين وبعدين في كل مر عشان بس الجماعة اللي بيتربصوا بنا بر مصر في كل مر يطالب بحل الحل في دولتين إقامة دولتين والدولة الفلسطينية على حدود 67 وتكون عاصمتها القصة الشرقية يعني ما فيش محفل الرئيس بتكلم فيه إلا ما بتكلم عن القضية الفلسطينية القضية الأم وبتكلم عن محاربة الإرهاب والإرهاب بكل فصائله بالضبط كل أشكاله المباشر وغير المؤمن وبتكلم عن الحل السلمي في سوريا وبتكلم عن الحل السلمي في اليمن السياسي وبتكلم عن الحل السياسي في ليبيا الخمس محاور دول لا يخلو حديث للرئيس إلا وتحدث عنه إحنا مصر الدولة الوحيدة اللي ملهاش قطنها مصر الدولة الوحيدة اللي جيشها مخرجش برها حدودها مصر الدولة الوحيدة اللي بترى إن قوتها في الوحدة العربية طبعا مصر الدولة الوحيدة اللي بتنتعش من خلالها جامعة الدولة العربية اللي يا رب دورها يكون أكبر في الفترة اللي جاي إذن زيارة السودان زيارة الرئيس السودان مرتبطة بالرشدة اللي وضعتها مصر من زمان لعلاج أمراض المنطقة العربية طيب مصر لن تتخلى أبدا عن حلم الأمة العربية لن تتخلى أبدا عن حلم الوحدة العربية أبدا مهما حصل عارفين إن في مشاكل كبيرة جدا في الشرق الأوسط عارفين إن في إرهاب كتير جدا يمكن مش في الشرق الأوسط بس في العالم كله بس برضو مصر مش هتتخلى عن هذا الحلم أبدا فإذا كان في زيارة سودان زيارة روسيا زيارة أمريكا أي زيارة بيتكلم فيها الرئيس عنده فهو فعلا لازم يشير لي ومش هنتخلى